كما أعلن نائب السفير الفرنسي بالقاهرة رافايل مارتين دي لوجارد أعلن أن الرئيس الفرنسي منويل ماكرو ووفدا وزاريا فرنسيا سيشاركون في فعاليات مؤتمر قمة المناخ كوف 27 جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة حيث استعرض اللقاء استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف ووفود مؤتمر قمة المناخ والأعمال التي تم إنشاؤها داخل المدينة معظم السفراء بيجوا بيسألوا على الأحوال وبتطمنوا على الإجراءات والأعمال أسنع على الأعمال اللي موجودة في شرم الشيخ وأسنع على الطاقة الخضراء والجمال اللي موجودة في شرم الشيخ ويعني شرحنا له فيه عجالة كده إيه المطلوب وإيه الفترة الجاية تشمل إيه والأحداث في عجالة طبعا وهو سعيد جدا ويعني صرح إنه طبعا إن شاء الله سيد رئيس مكرون حيجي ومعه بتلاتة وزراء ويعني وفد كبير من فرنسا حيحضر المناخ شان نوري أهمية العلاقات بين مصر وفرنسا وعلاقة استراتيجية جدا بتوري الصداقة المستدامة ما بين مصر وفرنسا سيد المحافظ شرح له بالضبط كل الأعمال اللي تمت عشان مدينة شرم الشيخ تتحول لمدينة خضرة صديقة للبيئة وهو منبهر جدا بالمجودات اللي غزلت وبالأعمال اللي تمت